الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمة وأن يبارك فيكم وأن يجعل لكم العاقبة الحميدة دنيا وآخرة وأن يصلح لكم الذراري وأن يبارك لكم في الأموال وأن يجعل أموركم على أحسن حال وبعد هذه جلسات في قراءة مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ولعلنا أن نتدارس عددا من الحاديث التي وردت في هذا السفر العظيم فليقرأ القاري بارك الله فيه وأسعده الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي التطوع على راحلته حيث توجهت في غير القبلة نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة قوله هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي التطوع يعني أنه يصلي صلوات نافلة من غير الفريضة على راحلته أي على الدابة التي يركبها والناقة التي كان يتنقل عليها النبي صلى الله عليه وسلم حيث توجهت أي أنه يجعل وجهه في الجهة التي تتوجه إليها ناقته ولا يتكلف استقبال القبلة فيما يتعلق بصلاة النافلة وإنما يتوجه في أي جهة تتوجه إليها ناقته قال في غير القبلة نحو المشرق فإن قبلة أهل المدينة جهة الجنوب ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنقل ويجعل قبلته جهة المشرق وأنمار تقع عن المدينة في جهة نجد في جهة المشرق وكانت في أوائل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنتين من هجرته قال فإذا أراد أن يصلي الفريضة يعني إذا كانت سيصلي الصلوات الخمس الصلوات المكتوبة نزل عن راحلته فاستقبل القبلة فهذا الحديث فيه أوائد منها مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات ومشاركة الإمام فيما كان يعقده من الغزوات وفي الحديث مشروعية صلاة التطوع في الأسفار من غير السنن الرواتب فالمسافر يصلي السنن التي هي تطوع مطلق أما السنن الرواتب فإنه لا يستحب له أن يصليها إلا سنة الفجر إلا سنة الفجر وفي الحديث أنه يجوز للمسافر أن يصلي صلاة النافلة على راحلته راكبا وأنه لا يلزمه في صلاة النافلة أن ينزل إلى الأرض وفي الحديث أيضا أن الصلوات المفروضة لا يجزئ للإنسان أن يصليها على الراحلة ولا إلى غير القبلة متى كان قادرا على القيام في صلاته وعلى استقبال القبلة وفي هذا دلالة على أن القيام ركن من أركان صلاة الفريضة دون النافلة وفيه أن استقبال القبلة شرط من شروط صلاة الفريضة دون النافلة في الأسفال لمن صلى على راحلته وعن بن مسعود رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء أم نسيت قال وما ذاك قالوا صليت خمسا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد في صلاته أم نقص فليتحر الصواب فليتم عليه ثم لسلم ثم يسجد سجدتين قوله هنا قال ابن مسعود صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بعد زوال الشمس إلا أنه زاد ركعة فصلى خمسة ركعات فلما سلم بعد الخامسة قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء أي هل تغيرت طريقة الصلاة بحيث أصبحت بدل أن تكون أربع ركعات أصبحت خمسة ركعات فزيد في الصلاة أم أنك إنما زدت هذه الركعة الخامسة على وجه النسيان لا على وجه العمد والقصد فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك ما الذي تتحدثون فيه وما هو الأمر الذي تسألون عنه فقالوا يا رسول الله صليت صلاة الظهر خمسة ركعات فحينئذ ثنى النبي صلى الله عليه وسلم رجله أي جعلها تلتف بعضها على بعضها وغير جهة استقباله فبدل أن كان يستقبل المأمومين استقبل القبلة ثم سجد سجدتين وقد جاء في ظواهر النصوص أنه كبر لكل سجدة ابتداء ورفع ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من سجود السهو أقبل على المصليين بوجهه وقال لهم إنه أي لو كان الأمر زيادة في الصلاة لا أخبرتكم بذلك ولو حدث في الصلاة شيء لا نبأتكم وأعلمتكم به ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أي غاية أمري أنني متصف بصفة البشرية وإنما هنا حصر نسبي في هذا الأمر وإلا فعنده أمر زائد عليهم ألا وهو الوحي الذي يأتيه من عند الله فقال أنسى كما تنسون أي يطرع علي النسيان وبالتالي فقد يقع الخطأ مني في فعل الصلاة فإذا نسيت يعني أديت الصلاة على غير الوجه المشروع نسيانا فعليكم أن تنبهوني وتذكروني في ذلك ثم قال إذا شك أحدكم أي تردد بين أمرين في صلاته فلم يدري زاد في صلاته أو نقص صلى ثلاثا أو أربعة فليتحر الصواب أي ليجتهد وليأخذ بي ما يغلب على ظنه فليتم عليه أي ليكمل بناء عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين فهذا الحديث فيه عدد من الأحكام أولها مشروعية صلاة الظهر وأنها تؤدى بأربع ركعات ومشروعية الاجتماع وأدائها جماعة وفي الحديث أنه لا يجوز أن يزاد في صلاة الظهر ركع خامسة وفي الحديث أن من قام لركعة خامسة وجب تنبيهه وتذكيره بأنه قد أخطأ في صلاته وفي الحديث البحث عن الأعذار لمن وجدته يفعل فعلا مخالفا للشرع ولذا لما زاد الخامسة قالوا أحدث في الصلاة شيء أو أنك نسيت فبحث عن أعذاره وفي الحديث أنه إذا صلى لإنسان خامسة وجب التنبيه عليه فإذا نبه وجب عليه الاستجابة ويجلس ولا يجوز له أن يكمل الخامسة ولو أكمل الخامسة لبطلت صلاته وفي الحديث أن من سهى في صلاته فزاد أو نقص ولم يتذكر إلا بعد السلام فإنه يسجد للسهو بعد السلام كما هنا سهى فسلم ثم ذكر فسجد للسهو ثم سلم وظاهر وهذا أنه فيما كان قريبا وأما إذا طالت المدة فإنه حينئذ لا يعود إلى سجود السهو وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الإمام إذا فرغ من الصلاة استقبل المأمومين في صلاته استقبل المأمومين في صلاته وفي هذا الحديث أن السجود للسهو يكون بسجدتين ويكون بعد السجدتين سلام وفي هذا الحديث أن ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأخذ منه أنه يكون موافقا للشرع فإنه لا يصح من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة إليه وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يطرأ عليه ما يطرأ على الناس ومن ذلك النسيان كما في هذا الخبر ولله حكمة في كون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينسى في صلاته ألا وهي أنه يكون سببا من أسباب تشريع الأحكام المتعلقة بالنسيان وفي الحديث أن الإمام إذا حصل منه خطأ في صلاته فإن المأمومين ينبهونه على جهة الوجوب خصوصا إذا زاد في صلاته أو نقص منها وفي الحديث أن من أسباب سجود السهو الشك وفي الحديث أيضا أن النسيان من أسباب سجود السهو وفي الحديث أن من كان عنده غالب ظن فإنه يعمل بغالب ظنه والعلماء لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال فطائفة قالت بأنه إذا حصل عند الإنسان تردد وكان عنده غالب ظن فإنه لا يلتفت إلى غالب ظنه وإنما يعمل باليقين وهو الأقل وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة رحمة الله عليهما وذهب الإمام أحمد إلى أن من شك في صلاته وترجح لديه أحد الاحتمالين فإن كان منفردا عمل باليقين الذي هو الأقل وإن كان إماما عمل بغالب ظنه كما في حديث ابن مسعود هذا وذهب الإمام مالك إلى أنه إذا تردد بين احتمالين وكان عند المصل غالب فإنه يعمل بغالب ظنه سواء كان إماما أو كان منفردا وهذا القول هو أرجح الأقوال في المسألة لأنه ظاهر حديث الباب فإنه قال وإذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد في صلاته أم نقص فليتحر الصواب أما إذا كان عند الإنسان شك وكانت الاحتمالات متساوية فالصواب أنه يبني على اليقين الذي هو الأقل فإذا ترددها صلة ثنتين أو ثلاثة ولم يكن عنده ترجيح لأحد الإحتمالين فإنه يأخذ بالإحتمال الأقل وفي الحديث أيضا بيان مواطن سجود السهو بعد السلام فالأصل في سجود السهو أن يكون قبل السلام هذا هو الأصل إلا في ثلاثة أحوال إلا في ثلاثة أحوال الحال الأول إذا شك في صلاته وبنى على غالب ظنه فإنه يسجد بعد السلام لقوله هنا فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين والحال الثاني إذا سلم في أثناء صلاته كما لو صلى ركعتين فسلم وهي صلاة رباعية فإنه يكمل الصلاة ويسجد بعد السلام لحديث ذي اليدين ولعله يأتي معنا والحالة الثالثة إذا نسي السجود قبل السلام فإنه يسجد بعد السلام لهذا الحديث فإنه لما صلى خمسا ولم ينتبه لهذه الزيادة إلا بعد السلام سجد حينئذ للسهو فهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في مواطن سجود السهو وهناك طائفة قالت كل سجود السهو قبل السلام وآخرون قالوا كل سجود السهو بعد السلام وقال آخرون ما كان زيادة فإن السجود فيه يكون بعد السلام وما كان نقصا أو كان شكا فإنه يسجد قبل السلام والصواب أن الأصل أن يسجد الإنسان لسهو قبل السلام إلا في الأحوال الثلاثة السابقة إذا سلم عن نقص في صلاته أو تردد وشك وكان عنده غالب ظن عمل به أو أنه نسي السجود قبل السلام ففي هذه الأحوال الثلاثة يسجد بعد السلام وعن أنس رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أمهات المؤمنين أن يحتجبن فإنه يدخل عليهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت لهن إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن وعسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن حتى أتيت إحدى نساء قالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت فنزلت هذه الآية عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات الآية قوله هنا وافقت ربي في ثلاث أي أن عمر رضي الله عنه اكترح أحكاما وأوصى بتوصيات فنزل الوحي على وفق ما اكترحه عمر رضي الله عنه وورد أن ذلك لا يقتصر على هذه الثلاث المذكورة فكان ذكر الثلاث هنا على سبيل التمثيل لا على سبيل الاستقصاء فقلت يقول عمر يا رسول الله لو اتخذنا أي جعلنا مقام إبراهيم أي المكان الذي صلى فيه إبراهيم مصلى أي موطنا نصلي فيه وذلك من باب التأسي بنبي الله إبراهيم عليه السلام فنزل قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وكان من ذلك آية الحجاب فكان النساء في أول الإسلام لا يؤمرن بتغطية وجوههن وطلب عمر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجب نساءه فنزلت آيات الحجاب في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن فقلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أمهات المؤمنين أن يحتجبن والحجاب هو تغطية جميع البدن كما قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ولم يقلوا عليهن حجاب قال فإنه يدخل عليهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب قال وحادثة ثالثة حيث إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يغرن عليه من بعضهن وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نساءه لأنه عتب عليهن في بعض تصرفاتهم قال عمر فدخلت عليهن أي على من استطاع من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لهن إن انتهيتن أي تركتن معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم أو ليبدلن الله رسوله خيرا من كن أي يطلق كن ويتزوج على غير كن حتى أتيت إحدى نسائه لوعظها وتذكيرها لتترك معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن تلك المرأة قالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ أي قدرة على توجيه الموعظة إلى نساءه حتى تعظهن أنت فنزلت هذه الآية عسى ربه إن طلق كن أي إذا طلق كن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبدله الله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات الآية ففي هذا الحديث فوائد منها فضيلة عمر رضي الله عنه ومنها موافقة الوحي لبعض توصيات ومقترحات وفي الحديث مشروعية الصلاة خلف مقام إبراهيم وفي الحديث مشروعية الحجاب ووجوبه وفي الحديث أيضا غيرة عمر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث ترك المرأة معاتبة زوجها وعدم رد الصوت معه وفي الحديث أيضا وعظ الرجل امرأة رجل آخر من أجل أن تقوم بأموره وترتفع عنهم عوامل الفرقة والنزاع كما فعل عمر رضي الله عنه وفي هذا الحديث النظر في العواقب والتأمل فيها فإن عمر قال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله وعسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد حذر المرأة من سوء الفعل والخلق لأن لا يترتب عليها سيؤمن الفرقة ونحو ذلك وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس يصلون في مسجد قباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها فاستقبلوها وكانت وجوه الناس إلى الشام فاستداروا كهيئتهم بوجوههم فتوجهوا إلى الكعبة المدينة تقع بين بيت المقدس ومكة المكرمة وكان الناس في أول الإسلام يصلون جهة بيت المقدس ولذا كان أهل المدينة يتوجهون في صلواتهم إلى جهة الشمال فبعد الهجرة بسبع عشرة شهر نزلت الآيات بنسخ القبلة من كونها لبيت المقدس إلى الكعبة المشرفة كما في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنول أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة ومن هنا غير النبي صلى الله عليه وسلم القبلة من كونها إلى بيت المقدس إلى كونها إلى الكعبة وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يخبر من حول المدينة بتغيير القبلة وكان وكان من هؤلاء أهل قباء فكانوا يصلون صلاة الفجر فجاءهم رجل يعرفونه ويعرفون ثقته فأخبرهم بأن القبلة قد حولت وأنه قد جاء قرآن يأمر الناس باستقبال الكعبة في صلواتهم وحين وحينئذ التفتوا جميعا في صلواتهم فبدل أن يتجهوا إلى جهة الشمال قلبوا وجوههم ليجعلوها إلى جهة الجنوب ففي هذا الحديث من الفوائد ذكر مسجد قباء وفضل الصلاة فيه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كل سبت ماشيا أو راكبا وفي الحديث الاجتماع لأداء الصلوات المفروضة ومنها صلاة الفجر وفي الحديث أيضا من الفوائد الأخذ بخبر الواحد كما أخذ هؤلاء بخبر الواحد وفيه أيضا أنه إذا كان الواحد موثوق وممن يعرف أحكام الشرع قبل منهما ينقله من أحكام الشرع وقد استدل جماعة بهذا الحديث على جواز نسخ الأخبار المتواجهة بخبر الواحد وفي هذا الحديث بيانوا أن السنة قد تنسخ بالقرآن فإن استقبال بيت المقدس سبت بالسنة وقد نسخ حكم التوجه إلى بيت المقدس بأن يتوجه إلى الكعبة وكان ذلك بواسطة قرآن نزل وفي هذا الحديث أن النسخ لا يلزم لإنسان حكمه إلا إذا بلغ إليه فنسخ القبلة قد نزل قبل ذلك ولكنه لم يلزمهم إلا لما علموا به بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله جل وعلا صلاحا لقلوبنا واستقامة في أعمالنا وحسنا في أخلاقنا وطيبا في أقوالنا ونسأله جل وعلا أن يسبغ على الجميع نعمة وأن يبارك فيهم ونوفقهم لكل خير هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين